لا من هو مستفيد انه ستبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم في حلقة اخرى عن الدول اللي احنا بنعيش فيها طبعا أنا أتمنى لكم الخير في كل مكان وفي كل زمان في كل وقت إن شاء الله في العام الجديد في الحقبة الجديدة اللي بنبدأها في عشرين عشرين الآن وبشكر زملائي اللي هم صحر وعبد الرحمن وأحمد الشيخ وبذكركم بالصفحات اللي هي الانستجرام واليوتيوب وتويتر وفيسبوك الحلقة النهاردة هتتحون من حلقتين الكلمة النهاردة هتكون حلقتين الحلقة الأولى هنتكلم فيها على المشاكل وأنواع الدول الحلقة الثانية هنكمل عن كيف نخرج من هذه المشاكل وأنواع الدول طبعا العنوان الكبير اللي عندنا هو فيه تلات أنواع من الدول الدولة القوية المستقرة والدولة الهشة والدولة الفاشلة طبعا كتير جدا من الشباب قالوا لي أنت ليه بتتكلم في حاجات قريبة جدا من الهيكلية السياسية للدول انا اقول لهم ومن طاعة صراحة نحن عمال انسانيون لكننا بنفهم في المعمل المجتمعي والمجتمع المدني اللي هو بيهتم بانشاء المجتمعات وانشاء الدول الى اخري طبعا ده جزء من عمال نحن وجزء من المحاضرة اللي انا قلتها الاسبوع اللي فات عن الخلاقية او باللي انا قلتها باللغة الانجليزية طبعا انا هنخش في المناقشة دي عن الدولة القوية والمستقرة والهشة والفاشلة واختبينك لكم حلقتنا ديون على المشاكل وانواع الدول الدولة انا مش هخش في التعريفات لان انا دخلت في التعريفات دي هنممكن هين لوحدها عايزة حلقة ممكن دي لوحدها عايزة حلقة بس انا هقول لكم اما تيجوا تعملوا اي بحث تتكلموا عن الدول تتكلموا عن تاريخ الدول ونشأة الدول اذا نشأت كلمة دولة في التاريخ عشان تقدروا تتشوفوا مراحل اللي مر بيها الدول والطورة في العصور من ايام العصور الاولى في التاريخ وبقى انتعرفوا cioè يعني اي دولة يعني اي دولة كلمة على التاريخ ما انتعرف يعني اي كلمة دولة يعني اي كلمة وطن ويعني اي كلمة شعب وبقالين خلي بالكم مش معنى كده ان في ناس عرفوها قبل كده به منظوم معين أنكم هذا المنظور أو هذا المنظوم هو قرآن لا من حقك أنت كشاب وكشبة أنكم تعيدوا تعريف مثل هذه المصطلحات بما تفهمونه في العصر الجديد ما فيه شيء في العمل المجتمعي اسمه قرآن كلها اجتهادات فرضية واجتهادات مجتمعية لكل الناس اللي بيحاولوا يخدموا البشر في كل مكان وفي كل زمان أو اللي بيحاولوا يخدموا كافة الخلاق زي ما احنا سمينا غيرنا كلمة إنسانية إلى خلاقية يبقى التعريفات دي كلها احنا نخدها عشان نشوفها وبعدين ندرسها وبعدين في نفس الوقت هم ممكن نبقل لنا تعريفات جيدة بالنسبة لنا وبعدين النقطة التالتة في الدولة إنها أهمية وجود الدولة احنا ليه عايزين يكون عندنا دولة ليه عايزين يكون عندنا دولة ده اللي هم نتكلم فيه أنا مش هتكلم في الحاجات دي كلها هتركها لأي واحد باحث إن كان أراد أن يمشي بالتفصيل في مثل هذه الأشياء فلهم ما يريد أو لها ما تريد مكونات الدولة برضك مش هنخش بالتفاصيل فيها أنا بس حط رؤوس أقلام ومش كل رؤوس الأقلام مش كل اللي موجود قدامك هنا على الصفحة هو كل شيء في مكونات الدولة لو من أهم مكونات الدولة اللي هو الموقع الجغرافي بتاعها زي ما احنا شايفين هنا هو وبعدين الشعب طبعا ما فيش دولة من غير شعب يعني طبعا الحكومة هتحكم إيه ويعني هو ده عنصر أساسي كبير جدا 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 في تكوين الدولة اللي هو الشعب أو المواطنين مصادر الدولة وقصود الدولة والموارد بتاعت الدولة يعني إيه الأنهار البحار المعادن كذا 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 إلى آخرية تاريخ الدولة لو كانت الدولة دي أقسست مثلا من ألف سنة أو من ألفين سنة أو من ثلاث سنة زي الدولة المصرية بتاعتها المعتقدات بتاعتها أعرف الدولة المتعارفة عليها أنا كذلك المكونات المجتمعية في المكونات المجتمعية كثيرة جدا في الدولة يعني نحطها فإحنا اللي اللي عايز يعمل بحث يخش في هذه الأشياء بالتفصيل علشان يعمل بحثه وغيرها كذلك أنا بس أحطيتها في المقدمة كده علشان كل واحد فينا يستطيع أنه يرى كيف يدخل من مدخل لكي نفهم يعني إيه دولة وإيه أنواع الدولة عندنا إيه مؤسسات الدولة بقى لها من كده خلنا نحن دلقتي في الدولة الحديثة ومؤسساتها مؤسسات الدولة عندنا فيه تلات أو أربع أنواع من المؤسسات أول حاجة مؤسسات الدولة نفسها اللي عم نسمعها بالإنجليزي State Institution ودي لابد تكون مستقلة جدا عن الحكومة يعني الحكومة لا تسيسها الحكومة لا تسيسها لأن الحكومة هي جاية أنفذية عليها أن تحتذي بنصائح مؤسسات الدولة المستقلة من مؤسسات الدولة المستقلة اللي هي المؤسسات التشريعية المؤسسات القانونية المؤسسات القضائية المؤسسات الرقابية المؤسسات النيابية حتى المؤسسات الأمنية والعسكرية مش من حق الحكومة تتغول عليهم لأن دي مؤسسات مستقلة تستطيع أن تحمي الدولة من الداخل من المجرمين وتحمي الدولة من خارج من الأعداء الدولة الخارجين يبقى دول الأربع أو دي مؤسسات الدولة المستقلة دي يبقى لابد إنسان مننا في المجتمع المدني يعلم أن هذه المؤسسات مهما كانت الحكومة مهما كان الحزب إن شاء الله يكون الحزب نجح بسبعين في المية أو تمانين في المية أو تسعين في المية بطريقة ديمقراطية محترمة لابد إن الحكومة لا تتغول على هذه المؤسسات وغيرها ولا تسيسها بسياسة الحزب لكن عليها إنها تجعلها تجعلها قاعدة لأمان سير مسير الحكومة داخل مؤسسات الدولة كلها يبقى نتكلم كل هذه المؤسسات لابد لا يتغول لا رئيس وزارة ولا رئيس الجمهورية ولا ملك ولا أمير الآخرة يابد أنها تكون مستقلة لأنها بتحاول تحمل الدولة من الداخل ومن الخارج في كل هذه المؤسسات دي أول مؤسسة نتكلم عنها من مؤسسة دي مؤسسات الدولة نمرة 200 مؤسسات تنفيذية الحكومة وكل مؤسساتها سواء كم مثلا الحكومة فيها مثلا وزارة الزراعة وزارة الصناعة وزارة التعليم وزارة الرياضة وزارة الثقافة وزارة الشباب وزارة كل هذه الوزارات البيئة المناخ كل دي وزارات وزارات تنفيذية تحكم أو تسترشد بمؤسسات الدولة المستقلة لها من الكلام عنها دي زي ما تكونوا عندكم موظف يعني كلهم موظفين عند المواطن يعني المؤسسة الدولة يعني الكلام عنها التشريعية والقانونية والقضائية الأخيرة والأمنية والعسكرية كل دي موظفين عند المواطن اللي هو صاحب الدولة زي المؤسسات التنفيذية اللي هي الحكومة ومؤسساتها التنفيذية اللي في كل الأماكن يعني اللي بنتكلم عنها دي أيضا نوع آخر من نوع مؤسسات الدولة مؤسسات قطاع الخاص اللي هو بنسميه بالإنجليزي البرائفت سيكتور أو رجال الأعمال اللي هم حاليا بيتغولوا تغول غير كريم وغير شريف وبيعملوا هم جزء كبير جدا من فساد مثل هذه الدول ها هو تغول القطاع الخاص على كل مناحي الدولة في أي في الدول المنسمية المتخلفة أو مش متطورة والأخير هي مؤسسات المجتمع المدني يبقى احنا عندنا أربعة مؤسسات دول مستقلة مؤسسات الحكومة مؤسسات اللي هو القطاع الرجال الأعمال والبرايفت سيكتور ومؤسسات المجتمع المدني ده الشكل اللي احنا نتكلم عنه عند أي دولة دي بقى بعض الرسومات اللي أنا نسمتها وحتقول لي ايه هي دي وايه هي كذا ليه دي ده انا عمسح برس من رسم علشان نقول لكم ليه دي هشة ومش هشة الهشاشة هنا موجودة في في المنطقة دي دي اللي هو الفونديشن اللي هو أساس الدولة القوي هنا أساس الدولة هتلاقي فيه فيه شروخات وفيه فراغات وفيه يعني هشاشة الخطوط الحمرة اللي على الجانب ده وعلى الجانب ده شاهدين تشايفينها دي كلها والخطوط الحمرة ده بقى بالدولة هو اللي انت بتخشله منها فيه خطوط حمرة وفيه يعني بوابة تغييرها هنا هو زي أنا فيه خطوط حمرة مشي بالعرض يمين وشمال وفوق وتحت كل الخطوط الحمرة دي هي الدوائر الأمنية اللي بتتحكم فيه مفاصل الدولة كلما ازدادت الدوائر الأمنية دي كلها وكلما ازدادت تغول الأمن على مصارات طبعا المؤسسات الدولة هي المربعات دي الشكلها بوني وقطاع الخاص اللي هو الأزرق المثالثات الزقاء لكن احنا بنجد الشيء الوحيد اللي مستعظم أمره في داخل الدولة هي قوة الأمن اللي بيتحكم في مصار كل قطاع وكل مناخ وكل مناخ من مناح الدولة كلما ازدادت تغول هذا القطاع كلما ازدادت هشاشة الأساس لماذا؟ لأنه بيحجم وبيحجم مجتمع المدني القاعدة دي بتسمي ايه؟ القاعدة دي اللي منتكلم عنها ده هو ده المجتمع هو ده المجتمع المدني الذي يختنق في ظل الدولة البوليسية ويختنق في ظل الدول العسكرية ويختنق في ظل كل دولة ديكتاتورية حينما لا يوجد منح خوريات نجد بالرغم من ان الدولة يخيل الينا ان الامن مستطب وكذا وكذا لا أبدا القاعدة هشة القاعدة هشة لأن المواطن اللي موجود هنا في أساس الدولة ليس له قيمة وليس له دور وليس له فعالية على الإطلاق وكذلك المؤسسات بتاعته يبقى دي شكل الدولة الهشة قد تغتر أو قد نغتر كثيرا بأننا نفتقد نفي عندنا عدد الدوريات الأمنية كذا وكذا 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 لكن طالما أن المواطن لا يشارك في إدارة شؤون الدولة من خلال مؤسس مجتمع مدني أو مجتمع مدني قدي تكون هي دولة هشة ودي قاعدتها تستطيع أي مجموعة متطرفة أو إرهابية أو خارجة أن تهز الأساس فتسقط الدولة على رؤوس من فيها دي شكل الرسل من أنا عملته ده عشان ننظر له كليه الدولة بتكون هشة بالرغم من أن أمامنا نعتقد أن فينا مؤسسات الدولة هي موجودة ودي هي المؤسسات قطاعها الخاصة موجودة لكن مين يحكمها بيحكمها عسكري أو بيحكمها ظابط إلى آخر لا يفهم في القطاع في العمل اللي هو الاقتصادية أو السياسة أو آخر ويكون القرار منه في كل مناحية الدولة فلزيك هي دولة هشة رغما عن أن مقطع تكرون أنها دولة قوية الدولة الفشلة هنا برضا قائدة المجتمع ده ما أنتم شايفينها مش حتة واحدة أدي جزء أصبح المجتمع مجزء أدي جزء النمرة 7 ونمرة 8 ونمرة 6 ونمرة 5 ونمرة 4 ونمرة 3 ونمرة 2 ونمرة 1 تحولت من الدولة الهشة نحن تكلمنا عنها قبل كده هو إلى هذه المجتمعات المتشرزمة داخل ما تبقى من الدولة ليه؟ لأننا بدأت القاعدة أو الأساس يتفكك من تحت فكل مجموعة منهم كل مجموعة منهم عملت لها دولة صغيرة زي ما إحنا شايفين أدي واحدة أدي اتنين أدي ثلاثة أدي أربعة أدي خمسة أدي ستة وكل واحدة فيها برضا فيها نفس الخط الأحمر الخط الأحمر له بايه؟ الشيء الوحيد اللي في مثل هذه التجمعات اللي تعتقد أنها أصبحت دول صغيرة هو قوة الأمن اللي بيحاول يحيط بكل مناع إدارة الدولة زي ما حتى بوابة الدولة اللي موجودة هنا مغلقة لا يدخلها إلا عن طريق الأمن أنا بس بأعمل الصورة دي الصورة اللي هي اللي فيها استعارات وكنايات إلى أخيره عشان يتخيل إنسان نحنا في عمارة أساسها بقى ضعيف جدا كل واحدة فيها بقت صغيرة تحجمت بعدما كان دي بعدما كان كل هذه العمارات أو كل هذه المباني دولة واحدة وكل هذا أساس أساس دولة واحدة أصبحت دول متفرقة يحكمها الأمن الذي لا يسمح لأحد أن يقترب منها الأبواب مغلقة ما فيش حريات وفي نفس الوقت كل حتى هنا ما فيش مجتمع مدني هنا مجتمع مدني شبه غير موجود انتهى على الإطلاق نزالي في وتشار الزمن وفي نفس الوقت القطاع الخاص ومؤسسات دولة تكاد تكون غائبة في وسط المناخ الأمن اللي احنا نتكلم عنه دي الدولة اللي الفشلة بقى خلاص بقى تفشلت وتحولت إلى أشياء ما تعبر عن موجود الشعب وطموحة الشعب والأبناء والمواطنين كلهم زي ما احنا شايفينهو ده الأساس متقسم خلاص تقسم وبعدين أصبح كل إنفاقات ما تبقى من دولة وما تبقى من مصادر على فقط الجهة الأمنية أو الجهة العسكرية فقط لكي يستفيد منها المجميع الصغيرة لتتحكم في هذه المجتمعات المتشرزمة ده شكل الدولة القوية هنا بنشوف بص الأساس هوا شايفين الأساس كبير إزاي ده الأساس بتاع الدولة هوا شايفين بوابة الدولة مفتوحة إزاي كبيرة واسعة شايفين هنا فيه خطوط صوداء متقطعة مع خطوط صوداء أخرى وفيه بينهم خطوط يعني متوازية أو متقطعة معهم وفيه دوائر صغيرة جدا كل دائرة من هذه الدوائر هي مؤسسة المجتمع المدني فالذي يقوي مثل هذه الدولة اللي هنشايفينها فوق إين أهوه هو مؤسسة المجتمع المدني اللي هي متماسكة الأطراف في قاعدة المجتمعات اللي موجودة فأصبح هنا في مناخ الحريات ومناخ التمكين ومناخ الفعاليات أصبح كل مواطن عنده مجمع بعض الجمعيات التي تعبر عن رأيه أو تعبر عن رأيها فإذلك أصبح قاعدة هذه الدولة ها قاعدة صلبة تستطيع أن تجعل مؤسسات الدولة اللي هي الحمراء أو البينك دي اللي موجودة هنا هو ومؤسسات القطاع الخاص اللي هي الزرقاء المثلسات دي عن الدوائر دي والمثلسات دي كلها المثلسات اللي هي القطاع الخاص والدوائر دي اللي هي مؤسسات دولة من يحكم كل هذه الأشياء إنه في حكومة طبعا موجودة ده في قطاع مدني قوي جدا هنا هو في مؤسسات دولة في مؤسسات قطاع الخاص وحتى الباب مفتوح على مصرعي ليه لأن ده مناخ الحريات من حق أي مواطن إنه يأتي ويشتاكل لأنه إيه لأن ملكية هذه الدولة ليست لي القطاع الخاص وليست لي الحكومة ولكنها لكل مواطن استطاع أن يعبر عن نفسه واستطاعت أن تعبر عن نفسها لكي تقيم مثل هذه القاعدة المؤسساتية والترابط المجتمع الذي يقف عليه هنا في قاعدة صلبة متماسكة متربطة القاعدة مسكة متربطة هنا في الدولة الفشلة ما فيش قاعدة واحدة فيه سبع أو تمن قواعد وكل واحدة فيهم عملت لها نتوء كده أو بناء كده يحكموا الأمن فقط وإنه في قاعدة نفس القاعدة اللي شفناها في الدولة القوية لكن هنا هشة من تحت لأن فيها ما فيش حريات للمواطن ما فيش دول مؤسسات مجتمع المدني ما فيش اللي هو حرية حتى ليه اللي هو القطاع الخاص واللي هو مؤسسات الدولة اللي كانت موجودة قبل كده فوجة نظري أنا كيف نوزع السلطة دخل مثل هذه الدولة ده فيه رأيين ده دول اجتهاداتنا الشخصية ممكن توافقوا معها ممكن ما توافقوا معها ده أمر بالنسبة لكم يحكم لأننا جاي من المجتمع المدني فأنا متحيز للمواطن ومتحيز للمجتمع المدني هكون فيه رأيين هنا هو ده طبعا المؤسسات الأخضر ده المؤسسات المجتمع المدني الأصفر ده اللي هو مؤسسات الحكومية مؤسسات الحكومة والأحمر شوية ده اللي هو مؤسسات القطاع القاس فالمجتمع المدني سلطته لا تقل عن 50% ليه؟ لأنه بيدخل في كل منحة من مناحي حياة المواطن ومناحي حياة الكائفة الكائنات الموجودة في الدولة سواء كان فيهم مصادر أو أصول أو إلى آخرين فبنعطي له المساحة والحرية لكي يتمدد أفقيا ورأسيا ومحوريا وفي كل مجال من مجالات الدولة التي تستطيع أن تصل لها لحكومة أو لا تستطيع أن تصل لها أو لا يستطيع قطاع خاصة الناس لها فهذا هو القعدة فهنا أنا مديها 50% 25% الحكومة 25% مقطاع خاص وفي الحدد الأنسب والأكتر 60% ليه المؤسسات المجتمع المدين 15% للقطاع الخاص و25% ليه اللي هو قطاع اللي هو 25% للمؤسسات الحكومة ليه أنا أقول الكلام ده لأن إحنا خرجين من دول إن لم تكن غالب كل أغلبها هشة فإن أغلبها هشة دون ذكر أسماء الدول اللي حم نتكلمنا أنا قلت من قبل كده من سنين قلت الدولة الهشة هي الدولة التي قد تكون غنية وعندها جيش قوي وعندها أمن قوي ولكن غاب عنها أمرين مناخ الحريات الذي يستطيع في المواطن أن يجد نفسه والمناخ الذي يؤسس لمؤسسات مجتمع مدني تستطيع أن تجعل المواطن يتمكن فيه إدارة جزء من محوريات حاجات الدولة أو حاجات الوطن من خلاله هو فحينما يغيب هذين المناخين حتى ولو كانت الدولة دي عندها ترليونات من الدخل كل سنة من الدولارات أو من الجناهات أو من كذا 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 وعندها أمن في كل حارة وفي كل شارع وفي كل زنجة إلا أنها دولة هشة فكثير جدا ممن نعتقد أنهم دولة يعني بتعتقد أن نتقدم ببعض الأبنية أو بعض المعارض أو بعض المتاحف أو بعض المؤتمرات إلى آخرة إلى آخرة هي دول هشة لأن ما فيهاش مجال للحريات وما فيهاش مجتمعات مؤسسات مجتمع مدني قوية أو مجتمع مدني قوية فلذلك أنا بأركز فيه الصريحتين دول على قوة المجتمع المدني الذي يحول الدولة الفاشلة إلى دولة هشة والدولة الهشة إلى دولة مستقرة وقوية وده تحدي كبير جدا إيه مقامات نجاح الدول الدول كلها عمتا إيه مقامات نجاح أول حاجة مناخ الحريات اللي حيؤدي لتحقيق العدالة والحقوق للناس نمرتين بناء المؤسسات خاصة مؤسسات الدولة المستقلة وأقول مئة مرة وألف مرة ومليون مرة مستقلة عن الحكومة عن إدارة تنفيذية للحكومة سواء كان رئيس هذه الأدارة هو رئيس جمهورية أو رئيس وزارة أو ملك أو أمير أو شيخ إلى آخر مستقلة في دراستها في توجيهتها في إرشادتها دي نمرتين 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 طبعا في بعض المؤسسات دي كده هو اللي هو المؤسسات المكتبع المدني وحتى القطاع الخاص القضاء والقانون يكونوا بردك مستقلين أقبلك يعني إيه القضاء والحاكم الشفافية ده المحور ده محور ثقافي كتير جدا شفافية من أين لك هذا من الأمير والملك والسلطان والرئيس والوزير إلى الخادم اللي موجود داخل الدولة أو موظف موظفين الدولة يعني مسميه هنا مسميه موظفي الخدميين للدولة هنسا شايفين فيه فضيحة طلعة من كام يوم عند أحد رؤساء الوزراء في دولة من الدول اللي في جنوب شرق الأسيا بدون تسمية هذه الدولة لأننا نحب يأخذ من دولة أخرى أو من رجل آخر مبلغ علشان ابنه إلى أخر دي كلها ده فساد فساد لو تغول السلطة التنفيذية على اللي هو من أجل من أجل القطاع الخاص الفاسد الذي يديره ابن هذا رئيس الوزراء التمكين المجتمعي طبعا من أربعة شفافية المحاسبة التمكين المجتمعي عن مين للفرد اللي هو الواطن ليه لأن كل ما ذكرتهم هم موظفين خدميين عند المواطن من الملك الأمير إلى الشيخ إلى الرئيس إلى الرئيس الوطرة إلى الوزير كل دول الذي يدفع رواتبهم هو المواطن وده هذا ما تعلمناه من نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وتما تعلمناه من كل الدول من الدموقات لنرى لنرى جميعا كيف يحاسب الوزير في بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الأمريكية وكيف يحاسب رئيس الجمهورية وكيف يحاسب كل الناس حتى في حتى في باكستان حتى في مليزيا إلى آخر بيحاسبوا مثل هؤلاء الناس لأن أصبح عندهم مناخ دموقاتية الذي يستطيع من خلال المؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمع المدني أن يجعل هذا الرئيس خمسة نمرة ثلاثة التعليم الاستثمار في التعليم الدولة التي تتهم للتعليم هي دولة هشة ستتحول إلى دولة فاشلة والتعليم الشمال مش مجرد شهادة التعليم هو تمكين فيما بعد من خلال المشاريع ومن خلال الاكتشافات ومن خلال اللي هو البراءات الاختراعات ومن خلال التشجيع الى اخرى الاخرى 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 التعليم هو رفع المستوى الوعي رفع المستوى الوعي عن تلي المؤسسات الالمية والمؤسسات الى الدراما والسينما والادب والثقافة الى اخر كل ده حقيق ايه تحت مناخ الحريات الموجودة عندنا بين استقلال مؤسسات الدولة ده ما انا قلت قبل كده عن الحكومة المركزية قلتها أكثر من مرة قبل كدوة التعددية والتكاملية لا تكون لونها واحد يعني لا تكون دولة الحزب الواحد أو المناخ الواحد أو العائلة الواحدة إلى أخير لك أنها تعدد إلى أن المجتمع يسع كل التعددية فلابد أن يمثل هذا المجتمع في كافة مؤسسات الدولة وفي كافة مؤسسات المجتمع المدني حتى في القطاع الخاصة نحن نتكلم عنه تعددية والتكاملية تمكين الحياة النيابية اللي هو عن طريق المجالس النيابية وقوة المجتمع المدني ومؤسساته اللي أنا تكلمت فيه أكثر من مرة من خمسين إلى ستين في المية أقل حاجة نحن نقبل إيه ديكون سلطة المجتمع المدني أربعين في المية وهكذا طيب إيه أسباب هشاشت وفشلت دول أنا بقول لكم أن في دول منفوخة بميزانياتها وبتقول أنا عندي أمن وبتعدى وشكلها كده لكن هي من جوه هشة هشة لأن ما عنداش قاعدة مدنية ما عنداش حرية مدنية ما عنداش مؤسسات مجتمع مدني قوية حتى حتى تغول الأمن في داخل هذه الدولة من أجل مصلحة سلطة معينة أو شخص معين أو حزب معين على كل مؤسسات الدولة حتى ومؤسسات قطاع الخاص حتى مؤسسات الحكومة أسباب هشاشت وفشلت دول دي أول حاجة غياب الحريات وغياب الديمقراطيات وفرض دكتوريات ده شيء يعني مش اختراع تاني حاجة ضعف مؤسسات للدولة والحكم وقال إحنا في مؤسسات للدولة اللي هي في مؤسسات الحكومية اللي هي بتاع ضعفهم تسلط السلطة الأمنية والعسكرية على مفاصل الدولة ده طبعا بيؤدي للهشاشة ثم إلى الفشل غياب وضعف ومحاربة مؤسسات المجتمع المدني إما مؤسسات المجتمع المدني غيبة أو ضعيفة أو مش موجودة أصلا وممكن كل واحد يفمخ مخ على مزاجه لكن شوفوا أنتو كل واحد شديكم يرى في الدولة اللي هو عايش فيها هو فيه في المنظومة دي كلها تسلط القطاع الخاص طبعا ده ده لما يكون يعني بيغيب مناخ الحريات بيبتدي بقى الرشاوي والفساد يحصل والعلاقة السيئة أو الغير الكريمة أو الغير شريفة ما بين القطاع الخاص ومؤسسات الحكومة تسلط القطاع الخاص على القطاع المدني والحكومي الخلافات والصرعات طبعا اللي بين إثنيات والثقافات والأقليات المختلفة داخل الدولة دعف الخدمات المجتمعية لا فيه تعليم ولا فيه صحة ولا فيه مواصلات ولا فيه زراعة ولا 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 وتحول شعوب هذه الدول القادرة على الانتاج إلى شعوب مستهلكة الخلافات والصرعات글 والثقافات والأقليات المختلفة داخل الدولة دعف الخدمات المجتمعية وهي من التعميل وتجهيل مش بس تجهيل تجهيل حط النيه هنا في الآخر تجهيل الشعوب وجعد للشعب والمواطن يسعى 24 ساعة من أجل لقمة العيش لا يفكر الغاء عقله تصلث السلطة التنفيذية على كافة المؤسسات الدولة السلطة التنفيذية للحكومة بتلغي دور الرقابي والدور التشريعي لمؤسسات الدولة لأن رئيس السلطة التنفيذية يريد أن يتغول على كل مؤسسات الدولة المستقلة ويجعلها تابعة لحكومته التي تعبن عن حزبه أو تعبن عن عائلته عدم وجود تعددية سياسية داخل الدولة ما فيش احزاب ما فيش حريات ما فيش مؤسسات ما فيش تعددية تأسيس الدين والإعلام والثقافة والتاريخ حتى التاريخ بيكتب كل شوية حد يكتب تاريخ جديد يعني منين انت جبت التاريخ الجديد ده وفي دول مثلا بتقولك احنا نشأنا منذ 3-4-3 سنة بأمرت ايه بأمرت ايه الله أعلم بيعملوا نفسهم تاريخ مزيف حتى التاريخ والثقافة اول حاجة عبادة الاصنام من الحكام طبعا يتحول المواطن الى عابد لمعبود عبد لمعبود خلاص لان المواطن تحول الى خيال او الى رقم وليس الى روح وكيان وحيثية حيثية كرمها الله سبحانه وتعالى حيثية خلاقية تسعى من اجل استتباب الامن والسلام وخدمة كل كائن داخل هذه الدولة الى ان يتحول انه يعبد الصنم اللي هو المسؤول على رأس الدولة تعريف الدولة الهاشة والتي تتحول في بعض الهاشة تعريف الدولة الهاشة بسيحة اختم بها دي عشان ايه نقول احنا واضحين زي ما انا قلتها في الاول الدولة الهاشة هي الدولة التي تغيب عن سماء الحريات ويضعف او لا يوجد فيها اقطاع مدني قوي دون مؤسسات مدنية مستقلة وان كانت غنية وجيوشها قوية وامنها الامن قوي وتقدم الخدمات للشعوب اما ننزل احنا الدولة للعراق ايام صدام حسين رحمة الله عليه كان كل خدمة تقدم الشعب لكن كان القبضة الامنية على حرية الحديث في الدولة قالتها هاشة كنا نعتقد هي مش دولة قوية عمر الجيش والمؤسسات الامنية ما تجعل الدولة قوية الا اذا كان الا اذا كانت قوة الجيش ممتدة من حرية الشعب وحرية المواطن وفعالية المواطن وقوة المجتمع المدني القادرة على مراجعة الجهة التنفيذية والحكومة التي تجعل من الجيش مستقل وتجعل من اللي هو الدولة الامنية مستقلة عن التغول للقطاع الخاص او التغول للجهة التنفيذية وتتحول هذه الدولة اللي نكلم دولة الهاشة من الكلام أنا دربت المسر بتاع الصدام حسنا واضح جدا بالنسبة لنا العراق بعد 1992 او بعد 2003 تحولت لدولة من دولة يعتقد الناس انها دولة قوية لكن ما كانت دولة قوية هي كانت دولة هاشة وكانت بتغطي على نفسها من انفقات ثم تحولت دولة فاشلة بعد دخول قوات التحالف وخرجت من الدولة الفاشلة الى دولة هاشة مرة اخرى نراها اليوم لكن هي في صراع ما بين هاشة الدولة ليه وانها في بعض الناس عايزين يرجعوها مرة اخرى لكي تصبح دولة فاشلة لكي ماذا ليه دولة زرق الناس عايزة دولة فاشلة لكي يستطيع الفسدة ان يأخذوا مقدراتها الى خارج البلاد خاصة اذا كان ما نتكلمش عن نوع من انواعها مثلها زرق الناس المنظر لمثل هذه الاشياء في امثلة كبيرة جدا خرجت من دولة فاشلة الى دولة يعني مستقرة رواندا فاربعة وتسعين اتتل فيها تفعمائة الف ودي قصة كبيرة جدا معروفة بالنسبة لنا انجولا سريلانكا بعد الحرب بتاع التاميل تايجر اللي هو النمور التاميل خرجوا وتحوالت رواندا باللوقتي من اول الدول المواعد الدول اللي اقصدها قو في افريقيا وكذلك معها انجولا سريلانكا بدأت تخرج من الهشاشة الى الاستقرار نسبيا فلما ننظر مثل هذه الامثلة حصلت امامنا واحنا عريد ان نقوى المجتمع المدني كان نستطيع في كل دولة اش فقط في كل دولة من الدول في شمال افريقيا في الشرق الاوسط في العراق في كل كل ليه لان من حق المجتمع او من حق المواطن ان ايه يكون له رأي في ادارة شؤون الدولة ليه لان هو المالك الحقيقي للدولة وهو الرقم الحقيقي الذي يمكس في هذه الدولة بعد ان تذهب الحكومة وتذهب رأس الدولة او كل هذه الاشياء فلذلك ان غيبنا المواطن عن قيام بدوره وحجمنا الحريات لن نعيش في ظل دولة قوية قوية بل دولة دولنا ستكون اما هشة زي ما انا وردتها قبل كده هو اما هشة هنا او فاشلة هنا لكننا نريد هذه الدول ان تصبح دول قوية هنا هو المواطن ومؤسسات المجتمع المدني التي تتحول الدولة الهشة الى دولة الفاشلة الى دولة الهشة والدولة الهشة الى دولة قوية ان شاء الله دي المحاضرة الاولى المحاضرة التانية هنالك انا نكلم عن الحلول دي هكون الاسبوع القادم ان شاء الله هنالك عنها وحنعلن عن المحاضرة باللغة الانجليزية اما الاربع والخميس هذا الاسبوع لكي تستطيعوا ان تتواصلوا معنا فيها هذا هو اول مدن هذا احدث عن هذه المدن ومؤسسات المن ومؤسسات المن ستكون في العربية في الحقيقة عن الانجليزية ومؤسسات المن ستكون في الانجليزية ستكون في الانجليزية ان شاء الله والسلام عليكم